معلومات ومعطيات مهمة في مجال تربية الطيور الكناري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة شوف كناري قناة مهتمة بتزويدي المهتمين بهذا المجال بجميع ما يتعلق من معلومات ومعطيات مهمة في تربية طيور الكناري في هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول بالذكر مواضيع مختلفة تغذية طيور الكناري من بينها الأطعمة التي تناسب هذه الطيور والأطعمة التي يمنع تقديمها لهذه الطيور مسكن طيور الكناري تنظيف طيور الكناري ونصائح حول تكاتر هذه الطيور عدة نصائح مهمة أمراض هذه الطيور وكذلك صفات يجب معرفتها للتعامل مع أشكال هذه الطيور مع ذكر أهم الأخطاء في تربية الكناري إذن بالنسبة لتغذية الطيور الكناري وهي معلومات مفيدة للمبتدئين في هذا المجال أنصحوا بأن هناك مجموعة من الأطعمة التي تناسب طيور الكناري فالكناري يحتاج إلى مصادر نباتية متنوعة في التغذية يحتاج إلى أنواع مختلفة من الحبيبات والبذور لكن الاعتماد عليها وحدها قد تسبب نقص في العناصر الغذائية ويمكن أن يصاب الطائر بأمراض مثل أمراض الكبد والكلي والقلب والسمنة لذلك يجب إضافة الخضر والفواكه في نظامه الغذائي كتقديم مثلا البيض المسلوق لتزويده بالبروتينات والفيتامينات خاصة فيتامين A الذي يعطيه ألوان زاهية في ريشه إضافة إلى الخضر الورقية يجب تزويد الكناري بالكالسيوم من خلال تقديم عظام الحبار وتعريضه للشمس لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل يجب تقديم مياه طبيعية نقية خالية من مادة الكلور والفلور والمعادن مع تغييرها يوميا إذن تحدثنا عن الأطعمة التي تناسب طيور الكناري والتي يحتاجها في تغذيته سنتطرق الآن إلى الأطعمة التي يمنع تقديمها لهذه الطيور هناك أطعمة لا يجب تقديمها للكناري لأنها مضرة بصحته وقد تتسبب في هلكه وموته مثلا الشوكولات الشوكولات قد تتسبب بحدود تسمم الذي يؤدي إلى القيء والإسهال وقد تؤثر على جهاز العصبي وتسبب الموت بذور التفاح تحتوي على كميات من السيانيد وهي مادة سامة للطيور الأفوكادو تسبب حدود فشل في القلب والموت عند الطيور البصل إن استهلاك البصل الكثير من البصل قد يؤدي إلى فقر الدم عند طرق الكناري وضيق في تنفس والموت الفطر يسبب اضطراب الجهاز الهضمي عند القناري وفشل في الكابيد أوراق الطماطم قد تؤدي كذلك إلى تسمم القناري والآن سنتحدث عن مسكن طيور القناري يجب اختيار أخفاص كميرة الحجم لتوفير مساحة مساحة لا تقيل عن عرض 45 سنتيم وعمق 45 سنتيمتر وارتفاع 60 سنتيمتر لمدى حتى يتمكن من التحرك بشكل مريح داخل القفص ينصح بتوفير عدد كافي من المجسامات بأحجام وأشكال مختلفة لتساعد القناري على خلق ألمات مختلفة من الطيران تنظيف طيور القناري يجب تقديم الاستحمام باستمرار وذلك بوضع حوض من الماء وأن تكون المياه معتدلة الحرارة بوطيرة ثلاث مرات خلال الأسبوع ويوميا في فترة القلش وتغيير الريش خلال فترة الصباح خاصة حتى يجب فرش القناري إذا كنت مبتدئ في تربية طيور القناري أو إذا كنت تريد اقتناء طائر القناري فهذا فيديو يناسبك لأنه يجب اختيار القناري المناسب دو الريش الجيد وأن يكون ناشطا داخل القفص وأن يكون الذكر ناشطا كذلك بالتغريد أما عن القفص يجب أن تختار القفص وأن يكون لكل زوج من الطيور قفص خاص لأجل التكاتر وتربية الفراخ بالنسبة للتغيير إن الطيور تتكاتر في أواخر الشتاء ومطلع الربيع لذلك تحتاج إلى البروتينات ويجب توفير البيض المسلوق للأنتى لتزويدها بالكالسيوم وتقديم صفار البيض المسلوق مع الحبوب للصغار أمراض القناري من أخطر الأمراض التي قد تصيب القناري هناك فطر الرشاشيات تحدث هذه العدوى نتيجة البيئة الرطبة أو الإجهاد وأهم الأعراض التي تظهر على القناري فقدان الوزن وضيق في التنفس وهو قاتل عدوى الخميرة المعدية لا تظهر على الطائر أي علامات خارجية لكنه يفقد الوزن كثيرا ولا يستطيع هدم الطعام جيدا وأعراضه تظهر في البوراز لذلك ينصح باعتماد على نظام غذاء خالين من السكرية جدري الطيور يسبب هذا المرض مشاكل في التنفس ومن أعراضه ظهور بقع تشبه الجرب على جلد الطائر وتقرحات صفراء في الفم لذا يفضل عزل الطائر عن باقي الطيور لعدم انتقال العدوى ويسبب هذا المرض الموت كذلك هناك مرض آخر اسمه بامبلفوت أو بامبلفوت هذا المرض تظهر أعراض هذا المرض على أرجل الطائر يسبب انتفاخه وتشوه في القدم وسببه عدم تنظيف المجتمات والقفص وكذلك اتباع نظام غذائي مفرط في الدهون وللوقاية منه يجب الاهتمام بالتنظيف المستمر للقفص واستعمال المراهم هناك صفة يجب معرفتها للتعامل مع الطائر طائر الكناري سلوكات اجتماعية لا يجب وضع الكناري مع طيور أخرى خاصة إذا كانت عدوانية ويجب عدم وضع أكثر من ذكر في القفص لتجنب حدود شجار بينهم بالنسبة للتدريب وإذا كنت مهتماً بتلقين أو تدريب الكناري يمكنك إخراج الكناري من القفص لكن هذا يحتاج إلى التدريب والترويه يمكن اللعب معه فقط بتقريد بعض الأصوات أما عن ممارسات أخرى فهي مضرة بصحته أهم الأخطاء في تربية الكناري وأركز على هذه النقاط المهمة إصابة الكناري بالأبراد سببه عدم الاهتمام بنظافته ونظافة القفص الذي يعيش فيه تقليم أظافر الكناري بشكل خاطئ قد يؤدي إلى موت الطائر بعد نزيف الدم وضع الكناري مع طيور عدوانية كالببغوات مثلاً قد يؤذيه ويميته نظراً لعدوانيتها هذه مجموعة بسيطة من المعلومات التي أردت أن أتطرق إليها لفائدة مهتمين بتربية طيور الكناري خاصة منهم المبتدئين والهوات وسأتطرق لكل موضوع مهم في فيديو مستقل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر